السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سانة وللجمال اللي عاملين ايه اتمنى تكونوا بخير معكم زميلكم هادير يوسري فرقة ثانية عضو في تيم الأناتومي أسرة نجاح بدون جرن هنتكلم مع بعض النهاردة عن براكيا البليكسوس هنعرف في عينيه براكيا البليكسوس وكل حاجة مع بعض ولكن قبل ما نبدأ اقولك ان انت مش تخسر لما تبطل محاولة فايا كان الوقت اللي بنمر بيه صعب وانا عارفة ان كلنا مزنوئين وكده بس انت بس حاول وكمل وما توقفش وربنا شايفك فااااااااااااااااااااااااااا تطب اااااااااا females seconds عايزين نعرف فورميشن بتاعها ولو حصل لها اصابة ايه لا هي يحصل قبل بس ما ادخل على uh براكيل بليكسس على طول عايزة افتك افتكر حاجه مع بعث ICHا هي السباينال کرد السباينال كورد هو الحبل الشوكي احنا جئنا اخذنا قطاع عارضي في السباينال كورد زي ما وبين قدأك كده انا مش عايز اي حاجه من اللي قدامك غير ان انا اقولك ان انت عندك един السباينال نيرفي كان جاه طبعاً من الدورزل روت والفنترا الروت الخاصه جيت اسم من دورزل ريموس وفنترا ريموس يبقى انت عندك حاجة اسمها سباينال نيرف السباينال نيرف ده بيت اسم لحاجة اسمها الدورزال ريمس وفينترال ريمس الفينترال ريمس ده في الطول هو اطول من الدورزال ريمس تمام فكل البليكسس عندك اي بليكسس بتطلع من الفينترال ريمس تمام معادة بعض الحاجات كده ولكن ده انا مش عايزة دلوقتي خليك عارف ان في العموم اي بليكسس بتطلع منين بتطلع من الفينترال ريمس فإحنا النهاردة بنتكلم عن البريكيالبليكسس يبقى هتطلع منين؟ هتطلع من الفينتراريمس ده بس اللي أنا عايزة أعرفه يبقى أنت عندك هنا حاجة اسمها الفينتراريمس والدرزاريمس أنا عايزة الفينتراريمس بيطلع منه البليكسس اللي عندي عايزة حاجة تاني من السلايد دي مش عايزة أي حاجة نبدأ بقى في البريكيالبليكسس بتاعتنا أول حاجة قلنا هنقولها اللي هي الديفنيشن إيه هي البريكيالبليكسس؟ ليكسس اصلا يعني ضيفرة عصبية مجموعة من الاعصاب اهي مجموعة من الاعصاب معك سوري مجموعة من الاعصاب اهي d يعني ليكسس براكيل يعني ارم فمعناها مجموعة الاعصاب اللي هتروح تغزلي من الابرلمب فبيقولك هي عبارة عن متورك من النيرفوس بتعمل م موسلزي بتاعت الابر لمب اسوأعي المسلزي هي موسلزي شركة الإحساس في الأابر لمب موسلزي تجربة حركة كمان هي جاءة من النيك لو تمبجها فعلاً پ 지난 لابر للان نيك طالع من النيك الموسلزي اسمها الاجزي الباط الباط ايه الاجزي جاءة من النيك للاجزي الاجزي يبقى كده هي عبارة عن مجموعة أعصاب جائلة من النيك للأجزلة عشان تروح تغزيلي مين المسلز والسكين بتاعت الأبرلم وكده خدنا الديفنيشن طيب الفورميشن إيه البريكيا البليكسس دي بتتكون لي من إيه برضو البريكيا البليكسس بتتكون من أربع حاجات أربع ستيجوس بس قبل ما نقول لي هم الأربع ستيجوس في ناس بتقول أربع وفيه بيقول خمسة عندنا احنا بنقول كم بنقول أربع فإيه هم الأربع أول حاجة الروتس يبقى أول حاجة أي روتس الجزور الجزور تدي جزع فيبقى جزور روتس تدي تاني حاجة الجزع اللي هو ترونك الترونك تدي ديفيجين انقسامات الانقسامات تدي مين الكوردس هنا الرسمة جايب لك النمى خمسة يعني جايب لك الترمينال برانش ولكن عندنا بنعتبر أن الترمينال برانش طبع الكوردس دي فيبقى هم كم ستيجوس؟ أربع ستيجوس هم روتس ترونك ديفيجين وكوردس بنروح أبقى وهناخد واحدة واحدة مع بعض أول حاجة وهي أهم الروتس طيب الروتس دي طلع منين؟ سيبنا من الرسمة دي ونجل هنا تاني دي كده بتمثل الروتس هي بداية البريكيا البليكسوس فالبداية طلع منين؟ طلع من هنا كده المنطقة دي اسمها إيه؟ اسمها الأبر بارت بتاعة البستيريور تريانجل بتاعة النك اسمها إيه؟ الأبر بارت بتاعة البستيريور تريانجل بتاعة مين؟ بتاعة النك إيه البستيريور تريانجل دي؟ في الترمي التاني بإذن الله هتاخدوا الهدو النك النك عندك متقسمها بيقسموها لمسلسات كده مناطق كده فأنت عندك منطقة اسمها البستيريور تريانجل اللي هو مسلس موجود ناحية وارا كده منطقة البستيريور تريانجل دي وبأدا منطقة خود جزء اللي فوق فبقى البريكيال بيكسس اما موجودة في الجزء اللي فوق منطقة البستيريور تريانجل ما بتاعة النك طيب تلاعة منين بقى بالزبط من البستيريور تريانجل دي؟ تلاعة من Tr5 و6 و7 و8 водontP1 إيه اللي أنت بدقوله ده؟ نحن اخذنا قبل كده العنقية اللي هي العنقية صدرية قطانية اخذناها في سنوي فسي دي اختصار للسيرفايكل عنقية وتي سوراسيك اللي هي صدرية فهي طلع من سي خمسة وستة وسبعة وثمانية وتي واحد طلع خمسة على ايدك اعمل خمسة على ايدك كده زي ما انا عامنا دلوقتي وابدأ اعد برضو من اول خمسة فيبقى سي خمسة ستة سبعة تمانية ومعهم تي واحد بس تمام؟ دي كده الروتس يبقى الروتس من الابر برض تتعلم بالسيرو ترينجل بتاعت صايد بتاعت النك وطلع منين من الفنتر الريمس محبا؟ نا لسه قيلين في الاول قلنا ان اي بليكسس تطلع منين تطلع من الفنتر الريمس يقب تطلع من الفنتر الريمس بتاعت مين تي خمسة ستة سبعة تمانية وتي واحد طلع خمسة على ايدك وابدأ اعدى من اول خمسة قولنا من القيام yeah اول محبتة اتنى روت اسمها الترانك الترانك دي موجودة تيزا موجودة في الوار بارد بتاعت البستيرو ترينجل responsible potential كادر700 قلت لك ان الروتس بتاعتك والمحبت صفى تختبر اما الترنك دي الترنك بقى. الترنك دي اهيبص دي. لهم التلاتة اللي هم دول دول الترنك. الي بيمثاله الترحر موجودين Mount. في الجزء اللي تحت بقى. بتاع بتاع avaient выпуск الي. في هذه cola dreiНجل. فيه بيقول لك هنا موجودة فين? في اللور بارض بتاع البستيريو ترانجل. بتبقى بيقول لك موجودة هنا في العود بتاع النك. يعني هي اهو. في العود بتاع النك. يعني من هذه العود هي موجودة مع العودة هنا. بتبقى متقسمة لأيه متقسمة لأبر ترانك ميدل ترانك هي عبارة عن ثلاث حاجات أبر ميدل ولور جيت منين بقى جبتلي منين الأبر والميدل واللور ده خليك عارف بس إن كل حاجة بتديلي بعدها يعني يعني الروت تكون للترانك والترانك يكون للديفيجن والديفيجن تكون للكورد فيبقى عندك هنا الترانك قلنا من يكونها الروت طيب قلنا إن الروت طلع من C5 و6 و7 و8 وT1 خلاص عرفناه طيب بص بقى 5 و6 يجوهم اتحدوا مع بعض زي ما انت شايف كده والدوني ترانك اسمه الأبر ترانك طيب ليه أبر عشان أول اتنين هم اللي اتجمعوا مع بعض فأول اتنين اتجمعوا فالدوني مين أبر ترانك طيب وآخر اتنين مع بعض اتجمعوا اللي هو C8 وT1 فالجمعوا مع بعض والدوني ترانك اسمه اللور ترانك طيب كده أنا خدت C5 و6 الجمعوا مع بعض ودوني أبر وC8 وT1 الجمعوا مع بعض ودوني لور فاضل اللي في النص سبعة اللي في النص سبعة ده برينز يعني ايه شخص اندبندن كده ماشي مع نفسه هو مش هيتحد مع حد هو هيروح يكتفي بذاته ويروح يطلع للواحده الميدل ترانك يبقى أنا عندي ترانك عبارة عن تلاتة أبر ميدل لور القبر جاي من مين من C5 و6 اهي 5 و6 حط شكل الرسمة في دماغك وانت هتفتكرها عشان بجد الرسومات بتسهل عليك جدا فقادي هنا كده 6 و5 طلعتلي القبر و8 وT1 من تحت طلعتلي اللور C7 لواحد ومستقل بذاته طلعلي الميدل ترانك او C7 واده هنا اللور طلعلي 8 وT1 كده يبقى أنا خلصت الترانك يبقى خدت الروتس وخدت الترانك بعد الترانك الترانك تكوانلي مين تكوانلي الديفيجن بص بقا القبر الترانك دي تطلع تتقسم لأنتيرور وبستيرور يعني قدام وورا وهنا الميدل تديني برضو ديفيجن قدام وورا واللور تديني قدام وورا طب قدام وورا دول اللي هما الأنتيرور والبستيرور ده بيمثلولي ايه يمثلولي رقم 3 اللي هي الديفيجن الديفيجن بيقولك ان هي بتبقى نقيدش ترانك بيديك anterior وبصيرو الديفجن يبقى هنا هو أدطرنك أ أدطرنك أبا يدينا anterior وبصيرو زي ما قل والميدل يدي anterior وبصيرو واللواريدي anterior وبصيرو طيب بيقولك إن هي موجودة behind the clavicle يعني بص معي إنت عندك إن الroats والtrunk كانوا موجودين في البصيرو الديفجن موجودين فين يعني كانوا موجودين في النك الroats والترنك اللي اتنين موجودين في النك طيب الديفجن دي عظمة الكلافكل حط ايدك على عظمة الكلافكل بتاعتك تحت الكلافكل بتاعتك دي موجود مين موجود الديفيجن بتاعتك اللي هي الانتيرو روبستيرو فبيقولك ان هي موجودة فين ورا الكلافكل اهي ورا الكلافكل الكلافكل موجودة عليها دي مين دي الديفيجن يبقى كده خدنا روتس خدنا ترونك ابر ميدل لوور خدنا ديفيجن انتيرو روبستيرو واخيرا قلنا ان كل واحد بيكون اللي بعده فالديفيجن يروح يكونني مين الكوردس بص بقى معايا في الكوردز دي نبص للرسمة دي لانها موضحة اكتر طيب ادي عندك الروتسي خمسة ستة سي خمسة وستة وسبعة وثمانية وتي واحد وادة ترانكس بتاعتك ابر ميدل لور وادة ديفيجن كل واحدة تطلع انتيري وبستيريور الكوردز بقى بتاعتك ابرع عن لاترال كورد ميديا الكورد وبستيريور كورد طيب جايين منين بص مش انت قلت ان كل واحد ترانك من دول مطلع انتيريور بستيريور ايوة قلنا كده طيب انت جيت جمعت كل البستيريور ادي هو كده تعال انا علم عليها مع بعض كل البستيريور عندك ادي واحد بستيريور اهو وادي واحد بستيريور اهو سوري ادي هنا واحد بستيريور وادي واحد بستيريور تاني وادي واحد بستيريور التلاتة بستيريور اتجمعوا لي مع بعض عشان يديني مين البستيريور كورد يبقى انت عندك اول حاجة من الكوردز بتاعتك عبارة عن مين عبارة عن البستيريور كورد البستيريور كورد ده جاي من مين جاي عنه هو جمع لك كل البستيريور بتاعت الترانك ما هو انت عندك تلاتة ترانك فيبقى عندك كان بستيريور تلاتة فجمع لك التلاتة بستيريور دول ورحوا مدين لك برضو بستيريور ما هو هم تلاتة بستيريور فيديك مين بستيريور كورد يبقى البستيريور كورد جاي من اين جاي من اتحاد الديفيجن بتاعت اللي هو القبر سوري جاي من اتحاد البستيريور ديفيجن بتاعت مين بتاعت كل بتاعت خمسة بتاعت القبر والميدل واللور اللي جاي منين من خمسة وستة وسبعة وتمانية وتواحد تاني مع بعض بالروح الكوردز بتاعتك عبارة عن تلاتة كوردز تمام اللي هيكوانهم مين الديفيجن اول كورد اسمه البستيريور كورد احنا بدقين من تحت البستيريور كورد انت روح تجاي مجمع كل البستيريور اللي طالع من الترانكز دي وروح تعملهم مع بعض فروح تعملهم مع بعض بما أن هم ثلاثة بستيريور يطلع لك من بستيريور فيبقى اسمه البستيريور كورد جاي من اين جاي من اتحاد البستيريور ديفيجن في محالة الديفيجن اهو بتاعت كل الترنك اللي جاي من خمسة وستة وسبعة وثمانية وثي واحد تمام تاني كورد عبارة عن مين عبارة عن الميديا الكورد بما أنه هو ميديا فهو بص هقول لك على حين الميديا الكورد ده اكتفى بنفسه يعني ايه يعني انت عندك هنا انت خد التلاتة بوستيرور تمام انت خدت مين التلاتة بوستيرور عملت منهم مين البوستيرور كورد بقى عندك تلاتة انتيريور اهو ده انتيريور وانتيريور وانتيريور تمام عندك الانتيريور اللي تحت ده قال لك انا همشي مع نفسي انا مليش دعوه بحد فالانتيريور ديفجن رح طالع لوحده ومكون للميديا الكورد فيبقى جاي من الانتيريور ديفجن بتاع مين بقى اللور ترانك ده جاي منين جاي من C8 و T1 معايا كده تمام يبقى كده خدنا مين بوستيريور كورد وميديا الكورد طيب اللاترال كورد بقى اللاترال كورد كده انت خدت تلاتة بوستيريور معك وخدت الأنتيريور اللي تحت فاضل عندك اتنين أنتيريور اللي هما اللي فوق اللي اتنين اللي فوق مسلمين راحوا جايين مع بعض كده متصاحبين وامطلعين لمين اللاترال كورد يبقى اللاترال كورد جاي من مين طائعين كم stato دي القرض بدأنا بالبستيرورut الثالث عن أنت كل الأطباء يسمي الأنتيرو للمستيرور فقط عشتشف الактиرى كان لدي تلات الأنتيرور اللي تحت ادى الميديا اللي واحده ده والتنين انتيري اللي فضله اللي مع بعض فوق دول اتحدوا مع بعض والدوك مين? اللاترال كورد طيب بيقولك ان الكوردس موجودة في منطقة الأجزلة تعالنا نرجع مع بعض كده قلنا ان الروتس والترانك موجودة هنا في منطقة النك الديفيجن موجودة وراء الكلافجل انت كده خلاص خلصت النك دخلت على مين؟ منطقة الأجزلة منطقة الأجزلة بقى اللي النهاية دي بيبقى موجود فيها الكورد فدي كده منطقة الأجزل دي بتمثلك منطقة الأجزل موجود فيها مين؟ موجود فيها الكورتوس كده يبقى خدنا الأربع ستيجوس بتوع البراكيال بليكسس نراجع عليهم تاني بسريعا خدنا أنهم معبارة عن أربع أول حاجة روتس سي خمسة ستة سبعة تمانية وتي واحد خدنا الترانك أنه هو الأبر والميدل واللور قلنا بعد كده أن الترانك هتكل واحدة ترانك من الأبر دي تطلع لأنتير ورابة استير طيب بعد كده بقى هناخد البرانشيز بتاعة Funk خد نفس بقى كده عميق وتعالى بقى ندخل على البرانشيز طيب احنا عشان نبقى ماشيين منظمين فهناخد كل ستج من دي ونقول بتطلع برانشز ولا لا طيب قلنا اول حاجة بيتكون منها البراك البلاكسس هي الروتس سي خمسة ستة سبعة تمانية اتي واحد حمان نيكرر مع بعض مفروض يعني ان شاء الله يعني نخلص واحنا نكون فاهمين وحافظين كل ده طيب الروتس بتاعتي طالع منها كان برانش طالع منها برانشين بس واحد هيروح ورا واحد هيتطلع قدام اللي طالع من ورا ده عشان طالع عشان يروح لي ورا اسمه ايه الدورزالسكابولر نيرف افتكر معايا الدورزالسكابولر نيرف دي كان بيغزي الرومبويدس مصل اللي موجوده ورا عندي فيبقى هنا اول واحد يروح مين يروح لورا يطلع كده عشان يروح لورا هيروح لورا المين للرومبويدس مصل اسمه ايه الدورزالسكابولر نيرف طيب البرانش التاني اللي موجوده عندي البرانش التاني هينزل من تحت كده عشان يجيلي قدام يغزيلي قدام يغزيلي من قدام يغزيلي السريتوس انتيريور فهيبقى اسمه ايه اللونج سوراسيك نيرف خدناه قبل كده طيب يبقى انت عندك الروتس هدي كم برانش هدي اتنين واحد طلع من سيه خمسة بس اللي هو الدورزة لسكابولان نيرف عشان يديني الرومبويدوس والتاني عشان يطلع قدام فيطلع من خمسة وستة وسبعة اسمه ايه اللونج سوراسيك نيرف عشان يروح يغزيلي من السريتوس انتيريور عندي برانشات تانية لا يبقى عندي في الروتس عندي اتنين برانش بس تمام بعد كده عندك الترانك الترانك برضو زيها زي الروتس بتدي اتنين برانش بس وحاجة كمان بقى ان الميدل واللور ترانك مش بيديني برانشات القبر بس هو اللي بيديني فمعنى كده ان الاتنين برانش اللي عنده هيبو طلعين من منين هيبقوا طالعين من الأبر ترنك بس طيب عندك واحد برضو هيروح ورا واحد برضو هينزل قدام اللي هيطلع لفوق عشان يروح ورا هيطلع لفوق يبقى صبر عشان يرجع ورا مين موجود ورا؟ موجود الاسكابولة يبقى اسمه ismul sobrouscapular nerve يبقى والبرانش عندي في الترنك اسمه ايه sobrouscapular nerve ده اللي رايح لورا طيب تاني نيرف تاني نيرف هينزل من تحت عشان يروح قدام نازل من تحت تحت يبقى صب ورايح قدام لمن؟ للكليفياس. يبقى هنا صب كليفيس. يبقى النيرف اللي رايح لمين؟ للصب كليفيس. يبقى ثاني قلنا الترنك طلع منها كم برانش طلع منها اتنين. اللي اتنين طلعين من الأبر ترنك واحد هيطلع من فوق عشان يروح وراء اسمه صبرا سكابولر نيرف والتاني هينزل من تحت عشان يارح قدام صب كليفيس نيرف كده يبقى اخدنا الروتس اتنين واخدنا اتنين. طيب. بعد كده الديفجن. هل الديفجن بيطلع منها برانشات? ما بيطلعش منها. الحمد لله. طيب. بعد كده عندك الكوردس. الكوردس بقى التلاتة كوردس بيطلعوا. سواء لاترال او بستيريور او ميديل. ولكن بجد بسيطة وهي اسكيما كده تعملها لها ايه هي بقى? بص معين. اول حاجة هناخد اللاترال كورد. تمام? اللاترال كورد ده بيطلع آآ برضو. يعني ايه بيطلع آآ. مش هو اسمه آآ. كل البرانشات اللي هتطلع منه بيبقى فيها كلمة آآ. ايه هم بقى? اول واحد اسمه آآ. اسمه آآ. لا مش اقول لك عليه آآ. لاترال بيكترال نيرف. لاترال ميطلع آآ. طيب. تاني برانش اسمه آآ. لاترال روت بتاع الميديا النيرف. ده. تعال انا نعلم عليه سوا. ده. ده طلع منين آآ. دي اللاترال هو. طلع لك هنا. اللاترال روت بتاع الميديا النيرف. عندنا واحد اسمه الميديا النيرف. ميديا النيرف ده. هناخده وهناخده بالتفصيل. بس في الفيديو التاني بازن الله. اعرف بس اسمه دلوقتي. يبقى طلع منين? طلع عندك اللاترال روت بتاعه. طلع منين من اللاترال روت. وقلنا طلع مين? اللاترال بيكترال نيرف. اخر واحد بس هو اللي مش مكتوب في كلمة لاترال آآ. ولكن آآ. احنا عارفينه. يعني مشهورة عندنا اخدناه. هو مين? المسكولوس آآ كوتينيس نيرف. يبقى انت عندك كده اللاترال كورد. طلع كم واحد? طلع تلات. طلع اللاترال بيكترال نيرف. واللاترال روت بتاع الميديا النيرف. وطلع معك كمان واحد مشهور. وعارفينه كلنا انه هو بيبقى لاترال دايما اسمه المسكولو كوتينيس نيرف. يبقى انت كده خد آآ آآ النيرفات او اللاترال كورد. خلصنا كده. ندخل بعد كده على. دي طبعا آآ حبيت ان اجيبها لك آآ كبيرة وبينة عشان انت تاخد بالك منها. ادي عندك هنا قلنا ان الروتس بتاعتك هتطلع اتنين. واحد هنا فوق دورزة الاسكابولر. واحد يطلع قدام اللي هو اللونج وسرسك نيرف طلع من خمسة وستة وسبعة. بعد كده قلنا الابر ترانك بس هنا في ترانك هي اللي بتطلع اللي هي من فوق يبقى سبرا اسكابولر نيرف من تحت يبها النيرف تو السب كليفيس قلنا الدفيجن ما بتطلعش قلنا اللاترال واحد الكوردس بتطلع هنا絡را يبقى لاترال بيكتورال نيرف ولاترال روت من الم تراني والمسكولكوتنياس. بعد كده هندخل على ال مديال كورد. المديال كورد ده هنا هو. بما انه برضو اسمه مديل يبقى كل الحاجة هتطلع فيه بتبدأ بميديال. طيب المشكل kant hele طلع فيه اسمه ايه؟ اول واحد بيطلع اسمه الكورده يبقى imagem المنتج المنتج الموضوع ويبقى كده انت خدت ثلاثة خد البيكترال نيرف الارم و الارم و الارم طلع من عندك مين كمان طالع من عندك الارم يبقى عندك الارم روت ميديا نيرف يجى من الارم طيب الارم طالع من ان طالع من الارم واحد عندك مميز اسمه مميز برضو ما تشغلش دماغ بيه هناخده فيما بعد ولكن خليك عارف بعد كده ان المسكولوكوتينيس دايما بيبقى لاترال فيبقى طالع من اللاترال كورد ودايما الالنر بيبقى ميديل فهنا يبقى هو طالع منين من الميديل كورد طيب بعد كده هناخد البستيريور كورد البستيريور كورد ده طالع من عنده مين طالع من عنده اتنين مميزين جدا جدا اول واحد اسمه الراديال نيرف الراديال نيرف ده هناخد بارده فيما بعد هو المسؤول عن تغذية الباك بتاع الفور عمر بتاعك هو اللي بيغزي درعك من ورا كله ده مين الراديال نيرف بيبقى طالع منين بيطالع بيبقى طالع من البستيريوركورد فيبقى الراديال نيرف يطالع منين من البستيريوركورد تاني واحد مميز الاجزيلاري نيرف تاني واحد مين الاجزيلاري نيرف يبقى اول واحد الراديال نيرف تاني واحد مين الاجزيلاري نيرف طيب بعد كده التلاتة اللي تحت الصغيرين دول طلع عندك مين الابر سبسكابولر واللور سبسكابولر خلي بالك الصبراسكابولر كتطلع من الابر ترانك هنا عشان تروح وراء الصبراسكابولر كتطلع منين من الابر ترانك اما الصبسكابولر طلع منين طلع من البستيريور كورد بتاعك سواء بقى صب هو الابر سبسكابولر او اللور سابوسكابولر فاضل عندك واحد النيرف اللي رايح لمين اللي تسمس درزاي كان اسمه ايه سراكو درزال نيرف يبقى معايا تاني كده البستيري ريكورد البستيري ريكورد طالع منه خمس برانشات ايه هما عندك اول اتنين مميزين ايه هما أجزيلاري ورديال نيرف طيب بعد كده عندك اتنين كمان مزي بعض ابر ولور سابوسكابولر نيرف فاضل عندك واحد حزين اسمه ايه اسراكو درزال نيرف اللي هو النيرف تو اللي تسمس درزاي وبكده نكون خلصنا كل البرانشيز بتاعت البريكيا البليكسس بتاعتنا يبقى تاني قلنا عندك هنا مراجع سريع عليها قلنا اول حاجة الروت بيطلع لتنين اول واحد من فوق اسمه درزال اسكابولر نيرف اللي رايح للرومبويداس تاني واحد طلع من خمسة وستة وسبعة اللي رايح للسريتاس انتيريور اللي واللونجسوراسيك الترانك قلنا الابر بس اللي بيطلع بيطلع من فوق سبراسكابولر من تحت سبكيليفياس قلنا الديفيجا ما بيطلعش قلنا الكوردس لاترال يبقى يطلع لاترال بيكترال لاترال روت للميديان ومسكولوتينيس مميز بعد كده الميديال بيطلع ميديال بيكترال ميديال كوتينيس للارم وميديال كوتينيس للفورارم وبيطلع عندك الالنر مميز وبيطلع الميديا الروت بتاع الميديا النيرف اخيرا قلنا البستيرو بيطلع خمسة اتنين مميزين اجزيلار و راديل وعندك اللور بتاع السابس كابولر والقبر بتاع السابس كابولر والسراكو درزل اللي رايح للي تسمس درزوي وده برضو مجمع لك لو انت عايزت ببص عليه يعني جمع معهم مع بعض ده برضو رسمة يد كنت رسمها فيمكن تفيد حد منكو يعني وموضحها الروت برضو والترانك والكوردس والبرانشات اللي طالع منها خلصنا الديفينيشن قلنا هي البريكيا البليكسس خدنا الاربع ستيجيس بتاعنا اللي هما روه الترانك ديفيشن وكوردس خدنا كل برانش بيطلع منهم ايه اخيرا بقى لو حد جاله اصابة في البريكيا البليكسس الانجري تو البريكيا البليكسس الانجري تو البريكيا البليكسس ممكن تحصل في مكانين ممكن تحصل عندك في الابر ترانك او اللور ترانك يبقى الإصابات اللي أنا أخدها إصابة حصلت في الأبر ترنك وإصابة حصلت فين؟ في اللور ترنك طيب الأبر ترنك اللي بتحصل في أسماء إيه؟ إيربس براليسز براليسز يعني شلل فإسم الشلل ده إيه؟ اسمه إيربس يبقى أبر إيربس أبر إيربس التاني واحدة اللي هو في اللور ترنك في اللور ترنك يبقى أسماء كلومبيكس 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 يبقى لور تمام؟ دايما كلمة بسيطة إيه اللي يحصل بقى لو حصل الانجري الابل ترونك بيحصل عندك خليك عارف إن أي إصابة هتحصل هتأثر على الموتور على العضلات بتاعتك وهتأثر على السنسوري الإحساس بتاعك طيب أول حاجة موتور للإيربس تعال نشوف الأول مع بعض شكل الإيربس بلارسيس ده بيبعمل إزاي ده الإيربس بلارسيس الدراع ده كده في إيربس بلارسيس احفظ شكله خلي شكله في دماغك هنا أهو ده الإيربس بلارسيس ده وصل لكده إزاي أول حاجة في الموتور حصل عندك برارسيس للأبداكتور بتاعت الأرم الأبداكتور زي ماصل بتاعة الأرم حصل لها برارسيس اللي يمين صوبرا سكابولر والدلتويد ماصل صوبرا سكابولر دلتويد دول بيعمله أبداكشن فمعنى كده إن حصل برارسيس في الأبداكشن فبقت إنت عبارة عن إيه بقيت عامل أدكشن فالحالة جيلك عامل أدكشن عمل ادكشن عشان عندك باراليسيز في الابدكتور مسل 찌�برة السكبلر والضلطويد مسل اخرzers بيحصل الباراليسيز في اللاترال روتيتورز بتاعة الارم اللي مين فيبقى عندك ان العيان عندك باراليسيز في اللاترال روتيشن يبقى هو عمل ايه عمل ميديا روتيشن بص هتحس ان دراعه بيبقى عمل ناحية جوه يعني بص هتحس ان دراعه عمل روتيشن ناحية جوه كده فيبقى عندك هنا عمل وعمل ايه واخيرا عنده في الفلكسورز والسبينيتر بتاعت الفور ارم هو مش عارف يعمل فلكشن للفور ارم بتاعه ولا عارف يعمل سوبينيشن نتيجة ان انت عندك باراليسيس في المصل دي اللي هي مين فيبقى جايلك العيان بما ان هو عنده باراليسيس في الفلكشن يبقى هو جاي عامل اكستنشن وعنده باراليسيس في السوبينيشن يبقى جاي عامل برونيشن دايما هو عنده بالياليسز في الحاجة دي يبقى هو عامل عكسها فتعال بقى مبص على الشكل كده مع بعض تاني بص يعني هو هنا عندك كده كان عنده مشكلة فين كان عنده مشكلة في الابداكشن تمام يبقى هنا كان عامل ايه ادكشن عشان عنده مشكلة في الابداكتورز مصر طيب وكان عنده مشكلة انه هو يعمل لاترا روتشن فتحس ان دروعه بص اهو دروعه مالوي الجوة عامل ميديا روتشن عنده مشكلة في بتاعت الفور ابرام 40v وعنده مشكله في الصبوت فهنا هتلاقيه عمل اهو قدي الفور امر تايز بتاعتك كلها عمل اكستنتشن وعامل بيرونيشن. ليه عشان عنده مشكله في الصبوت 만 باراليسيس. فعمل بيرونيشن يبقى ده ش 엄마 هي نهو الƏrbis رلاليسيس. الى جاي نتيجة في الاظبر ترانك. عمرت امور طيب ده كده اخدنا مين الموتور طيب تعالة بعد كده نخد مين السنسوريلوز السنسوريلوز اللي عندك بتبقى عبارة عن ايه بيحصل عندك انه بيفكد الاحساس في المنطقة اللي هي في اللور هاف بتاعت الدلتويد هاتي الدلتويد هنا مكان الدلتويد تمام هو بقى بيفكد الاحساس في المنطقة النص اللي تحت من الدلتويد تاني حاجة بيفكد برضو الاحساس فين الونج الصايد بتاع الفور ارم فين الفور ارم اذا الفور ارم اهو ده الفور ارم هو بيفكد الاحساس من ناحية اللي جوا دي فيبقى كده في السنسور يخسر الإحساس فين في اللور نص اللي هو اللور هاف بتاع الدلتويت وكمان في الميديل بتاع الفور أور ده كده مين ده اللي حصل فين في الحالة دي بيسموها إيه بيسموها البوليس مانز تيبس بوزيشن البوليس مانز تيب بوزيشن ليه عشان الحركة دي فأفلام كده أيام زمان أو أفلام لما تفرج عليها لما حد بيجي أخد رشوة مثلا من حد فيروح واقف وعمل القودي كده وهو يجي يحط له الحاجة هنا كده فهي شبهها بالظبط عشان كده قاله إيه اسموها البوليس مانز تيب البوليس مانز تيب بوزيشن وطبعا إحنا أنا مش قصد إن بيبقى في رشوة ولا كده تمام أنا بقول اللي تقايل أنا مليش دعوة تمام تحية مصر طيب بعد كده بيقول لك إن القرم بتاعتك بتوبقى إيه إحنا قلناها قلنا بتبقى أدكتد ميديا روتيشن والفور أارمي بتاعك بيبقى إيه إكستندد وبرونيتد لو قلناها تاني أهو قدي عندك هنا أدكتد هنا الأارمي بتاعك أدكتد وبيبقى عندك ميديا روتيشن والفور أارمي بيبقى عندك هنا برونيشن وإكستنشن طيب كده يبقى بفضل الله خلصنا أول إصابة حصلت في الأبر ترونك اللي هي عملات في إيربس بارازيس هيحصل إيه؟ هيحصل للفليكسورز بتاعة الفينجر ويحصل للإنترينسيك مصل تعالا ناخد دلوقتي وأنا هورغلك تعالا نشوف بس الشكل بتاعها زي ما عملنا في التانية أدي ده شكل مين؟ الكلمبيس حصل براليسيس في مين؟ حصل براليسيس في الفينجرز دي وهنا تعالا بقى نشوفها هنا كده أهو حصل براليسيس في الفليكسورز بتاعة الفينجرز ريست معادة مين؟ معادة الفليكسور كاربيالنارس أول ما تلاقي خليك عارفها وما تنسهاش أول ما تلاقي احفظها وما تنسهاش أرجوك فبقى عندك بيحصل برالسز الفلكسور بتاعة الفينجر والرست مع عدمين الفلكسور كاربي النارز وبيحصل برالسز برضو للانترينسيك مصل بتاعة الهاند تعال نوضح بص في العادي لما بتبقى بتكتب ده وضع ايدك وانت بتكتب الفينجرز دي بيبقى عمل لها فلكشن وهنا بتبقى عمل اكسينشن فهنا كده انت عمل اكسينشن وهنا عمل فلكشن الورترانك لما يحصل لقصابة في الكلامكس دي بتبقى الوضعية بتاعتها عكس وضعية يعني عندك هنا كنت عمل فلكشن تمام هنا عمل فلكشن بتبقى اكسينشن طب هنا كنت عمل اكسينشن بتبقى فلكشن بيبقى العكس تمام طيب فبيقول لك هنا ايه يقول لك هنا الحالة دي أصلا اسمها complete cloth hand وخلي بالك بالله عليك عشان بعد كده في الفيديو التاني هناخد حقيقة اسمها بارش يا كلوهند هنا اسمها في البركيا البريكسس بتبقى cloth hand complete مش ده الأم مش مش البركيا البريكسس دي الأم أو يبقى اللي بيحصل فيها complete cloth hand طيب الكلوهند اللي بيحصل فيها بيحصل عندك extension في الميتا كاربو فالانجيال فين الميتا كاربو أدي هنا أدي هنا دي الميتا كاربو وأدي هنا كده إيه الفالانجيال أدي هنا كده بيحصل إيه بيحصل extension في الميتا كاربو في حين انت كنت عمل لها هنا إيه بتعمل لها flexion أهو flexion كان هنا هو فأنت عمل هنا كده في extension بقت extension ليه الميتا كاربو فالانجيال طيب تاني حاجة بيحصل إيه بيحصل عندك flexion في الenter فالانجيال في الenter فالانجيال فالانجيال أصلا يعني صابع صابع بتاعتك فهي بين الصابع بتاعتك أهو بص بين الصابع بتاعتك ده كده هو بيعصل في حين ان انت كنت عاملعي هنا ايه? فهنا هو ده كده كان هنا بقت ايه? بقت فيبقى انت عندك ان هنا حصل وهنا حصل فيه الميتا كاربو فالانجيال جوينت فوق حصل اكتينشن وحصل في الانتر فالانجيال فليكشن دي حالة اسمها ايه الكلامبكس براليسيس يبقى كده خط الموتور افكشن بتاعيتها حصل براليسيس في الفليكسور بتاعت الفينجرز والرست مع عدمين الفليكسور كوربيال نارس وحصلت في براليسيس في الانترينسيك مصل بتاعت الهيند طيب وخط الديفورميت بتاعتها اسمها ايه اسمها كومبيليت كولو هيند اما الاربس كان اسمها ايه البوليس مان تبوزيشن اما دي اسمها الكمبيليت كولو هيند وهنا اكستنشن للميتا كاربو فالانجيال جويند وفليكشن للانتر فالانجيال جويند واخيرا حاجة ما قلنهاش وهي السنسوري لوس بتاعتها الاحساس بيفقد الاحساس بتاعه فين بيفقد الاحساس على طول الميديال سايد بتاع الهيند والفور اورم ادي الهيند بتاعتك هو بيفقد الاحساس على طول الميديال يعني لو جينا هنا كده مثلا ادي ده احنا هناخد دم كمثال ان هو جاي بالدراع كله تمام فهو المريض اللي هنا ده بيفقد الاحساس هنا في الميديا الهيند هنا بتاعت الفور ارم هنا وفي الهيند فاي الحتة دي كلها اللو عنده كده فاقت فيها الاحساس ده مين ده الكلمبيكس بس انا بوضح حلق هنا عشان الدراع كله باين فيبقى السنسيشن بتاعك حصل فين الميديا الصايل بتاع الفور ارم والهيند وبكده يبقى خلصنا الانجري بتاعت البريكل بليكسس مراجع سريع عليها قلنا عبارة عن اربس لو حصلت في الاور اما الكلامبكس لو حصلت في denominator الاسمب Ng soiret ip وعشان كده المريض بيجي لأن الميديا الروتيشن واكستينشن وبرونيشن طيب الكلامبكس قلنا بيحصل بريكسر بتاع الفنجر والريست مع персонال بيحصل بريكسل الانترينسيكommesل اما السنسيشن وفي يحصل عندك في السنسيشن بتاع الابس دلوطيد بيبقى في الارب سانًها بتاع الدلوطيد والحذف لكن الهيند قلنا في الاربس بيبقى اسمها البوليسزمان البوليس مانز تيبس بوزيشن وقلنا طبعا الوضعية الدكشن وميديا روتيشن والفور ارم بتاعك بيبقى اكسند واما في الكلامكس بيبقى كومبيت كلو هاند وبيبقى اكسنشن الميتا كربوفرانجيالجوينت وفليكشن للانتر فلانجيالجوينت وبكده يبقى خلصنا مع بعض اول جزء بفضل الله وخلصنا البريكيا البليكسس كلها وباللقاء مع بعض في الفيديو التاني